بعد نحو ثلاثة أعوام من تدابير الإغلاق المشددة التي فرضتها الصين لمجابهة جائحة كورونا دخلت البلاد مرحلة جديدة بإعلان اللجنة الصحية الوطنية تخفيض تصنيف كوفيد رسميا إلى مرض معدا من الفئة باء وذلك اعتبارا من الثامن من شهر يناير القادم وبهذه التطورات سيتم إلغاء الحجر الصحي المفروض على القادمين إلى الصين بقاداء خمسة أيام في العزل مع استمرار إجراء اختبار الإصابة قبل الوصول بـ 48 ساعة وإلغاء الحد الأقصى لعدد الرحلات المسموح بها يوميا والبدء في تلقي طلبات الحصول على جوازات السفر لسائحين الصينيين الراغبين في مغادرة البلاد بالإضافة إلى حجز مقاعد الطائرة بالكامل للمسافرين بدلا من سياسة حجز 75% فقط من المقاعد والتي تم إنتاجها لتقليل مخاطر انتشار الفيروس القرار الصيني أثار ردود فعل دولية خاصة مع تزايد أعداد الإصابات والوفيات داخل المدن الصينية والتي أشارت بعض التقارير المحلية والدولية عن وصول حجم الإصابات فيها إلى مليون شخص يوميا تقريبا القرار دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعلان إلزام القادمين من الصين أو هونغ كونغ بإجراء اختبار كوفيد 19 اعتبارا من الخامس من يناير إيطاليا أعلنت موقفا مماثلا حيث قررت فرض قيود على القادمين من الصين مع فرض قيود صارمة حال ظهور سلالة جديدة من الفيروس لتنضم إيطاليا والولايات المتحدة بذلك إلى الهندي واليابان وتايوان الذين اتخذوا خطوات مماثلة وما بين القرار الصيني بإلغاء تدابير سياسة صفر كورونا والمخاوف الدولية من انتشار الفيروس بكثافة مرة أخرى يبقى العالم في حالة ترقب كبرى يصاحبها مخاوف ظهور سلالة جديدة من الفيروس يصعب التحكم في مغريات انتشارها ترجمة نانسي قنقر